وقع سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين بما يخص حضانة غرفة الصغيرة التابعة للغرفة والمخصصة لرعاية أبناء موظفيها واتفق الطرفان على إشراك حضانة الغرفة في خطة الفعاليات لإدارة الحضانات الحكومية وتحديد مهام وواجبات المعلمات والمشرفات التي يعملنا بالحضانة كما تهدف المذكرة لقيام مجلس التعليم بالإشراف الفني والرقابي وعمل تقييمات دورية لأداء حضانة غرفة الصغيرة وتزويدها بالمناهج التعليمية وإعداد البرنامج اليومي للأطفال